خلاص بقي ايام بسيطة جدا وتهل علينا ايام الخير والبركة افضل ايام في السنة كلها كل سنة وانتوا طيبين وتعود عليكم الايام بالخير اكيد مش هنقدر نقول ان احنا يعني مستعدين لرمضان وبنستقبلوا واحنا فرحانين وعندنا كده حاسين ببهجة رمضان طبعا ده مش هنقدر نقول كده في وسط الظروف اللي احنا فيها كلنا اول حاجة طبعا فلسطين وغزة واخواتنا اللي بيحصل لهم ده مخلي الناس اساسا مش عارفة تحس باي حاجة في الدنيا وبجد مفيش اي حاجة لها طعم تاني حاجة طبعا الغلاء اللي احنا فيه اللي مخلي الناس اصلا مش عارفة تشتري احتياجاتها الاساسية فالله المستعين ان شاء الله ربنا يرحمنا من الغلاء والدنيا تستقر شوية والناس تقدر تعرف يعني تعيش وان شاء الله ربنا يخلص فلسطين والسودان من الحرب وان شاء الله ينصرهم ويقويهم ويقيدهم ان شاء الله بنصر من عند ربنا ومما ان الدنيا بتمشي والناس بتشوف شغلها والحياة ما بتقفش فخلينا النهاردة ناخد الفيديو ده على سبيل البهجة في استعدادات رمضان او تجهيزات زينة رمضان فخلينا ناخد جولة فتح الله نشوف فيها اسعار الفوانيس واسعار زينة رمضان وكمان اسعار اليميش والمكسرات وشوية حاجات كده من لواتم البيت دوسي لايك على الفيديو دلوقتي ولو اول مرة تشوفيني انا اسمي عفاف اهلا بيك ويلا بينا نبتدي على طول بصوا بقى فمدخل فتح الله كده على طول اول ما تخشي تلاقي الفوانيس في وشي على طول اللي انتوا شايفينها دي دي كده اول ما دخلت فتح الله لقيتها على طول في وشي والفوانيس الموجودة في فتح الله الكبيرة كلها من الصوج وده كده شكلها والمكتوب عليها دي اسعارها طبعا السعر بيختلف حسب مقس الفانوس نفسه فيه بمتين وتمانية وتلاتين مية واحد وسبعين فيه كمان بواحد وستين فيه بستة وتمانين حسب حجم الفنوس اللي انت عايز تجيبيه يعني. والفوانيس دي من الحاجات المعروفة قوي زمان. يعني من زمان جدا ان احنا كنا بنعلق الفوانيس دي في البلاكونات. ما اعتقد رواتي محدش بيشتري الفوانيس الصاج قوي. كل الناس بتلجأ الزينة جوه البيوت اكتر من برا البيوت. وبرضو راجعوني في التعليقات في الحتة دي. ان احنا زمان كنا بنزين برا البيت اكتر. يعني زين البلاكونات نحط نور نعلق في نصف البلاكونا. انما في الايام دي الناس بتزين وتعمل زينة رمضان جوه البيت اكتر من برا. عايز اقول لكم ان زمان ما كناش بنحس ويحنا صغيرين ببهجة رمضان اللي هما يجوا قبل رمضان بخمستاشر يوم والعشرين يوم والشوارع كلها تتميلي زينة. دي من الحاجات اللي كانت فعلا كلها بهجة وكانت بتحسسنا فعلا برمضان. دلوقتي اصلا ما بقاش فيه الاحساس ده. يعني تحسوا ان الناس بقت حزينة. يعني ما فيش الفرحة بتاعت رمضان او احنا صغيرين. لشان كده دايما كل الجيل بتاعنا يقول لك احنا مش بنحس برمضان زي زمان. هو فعلا يا جماعة حقيقي الزمن اتغير والناس اتغيرت. وكمان الظروف بتاعتنا كلها اتغيرت. كلمة رمضان كريم اللي هي بتنور دي لونها ابيض كده وبتنور حلوة جدا. بتنور الوان مختلفة. وبصراحة شكلها حلوة قوي سعرها مية تلاتة واربعين. فيه كمان افرع نور على شكل جامع وشكل هلال سعرها اتنين وخمسين جنيه. وكمان فيه تكايات كده اه اللي هي محشية اه ومتلبسة كمان الكفر من برة كده بالخيمية اومشة الخيمية ده. فيه كمان اومش قطيفة كده عليه برضو حاجات خاصة برمضان. بسعر الخددية. فيه اربعة واربعين وفيه سبعة وخمسين. اللي فيها فرانشة دي اه اومشة الخيمية سعرها اربعة واربعين. والقطيفة سعرها سبعة وخمسين. ومحشية. محشية فيبر جواها يعني خددية فيبر. انما الكسوة نفسها بس سعراته منتشر جنيه. نيجي هنا بقى المفارش اللي معايا خدديات. فيه اطقم كده بيبقى مفرش. آآ رنر كده مثلا للصفرة او للبوفي. ومعايا اتنين خددية. حوريهولكو دلوقتي حفتح لكم واحد مكتوب عليه ميتين وخمستاشر. مفرش مطبوع. قطيفة. تلات قطعة. بصوا بقى هفتح لكم المفرش ده دلوقتي يوريكم شكله. بصراحة شكله حلو. آآ حاسة ان هو سعره برضو مش غالي بالنسبة للأسعار. بصوا كده ده شكله. اعتقد في الفرشة حاسة ان هو عيبقى حلو يعني. ومعايا اتنين خددية. آآ نفس الاصلة كده آآ نفس الحرف بتاع المفرش. زي برضو الخددية بالزبط. وده كده كان شكله. فيه كمان عاملين من القماش الخيامية لقلبة المنازيل. وده كده شكله. كمان مفرش الصفرة اللي هو ممكن تفرشيه تكل عليه في رمضان او تفرشيه آآ كازينة. مثلا سعره ستين جنيه. وهو من هو من قماش الخيامية يعني. نيجي بقى لأسعار الطمر. الطمر اسعار طبعا مختلفة. يعني الكيس ده سعره اتنين واربعين جنيه. فيه طمر بتاسعة وسبعين جنيه. وفيه آآ طمر سبعمية وخمسين جرام خمسة وخمسين جنيه. هي اسعار مختلفة. وده الطمر طبعا العادي خالص. اللي هو الطمر الناشف العادي اللي بنبله آآ آآ على الفطار يعني. فيه بقى طبعا طمر اللي هو الرطب. فيه كيلو مسلا بتسعة وسبعين. فيه سبعمية جرام بستة وستين. اللي هو القرشي ده. على حسب طبعا نوع الطمر. اكيد الجاو ده بتختلف من كل نوع للتاني علشان كده بيختلف السعر. بس عموما يعني متوفر آآ آآ اسعار كتيرة وحاجات مختلفة يعني. فيه كمان طمر السعودية دوت سعره. السبعمية جرام بخمسة وخمسين جنيه. يعني كيلو الا ربع. فيه كمان طمر اسمه الجوهرة. السبعمية جرام عليه خصم بدل ستة واربعين باربعين. خلينا ندخل بقى التقيل. المكسرات يا جماعة. المكسرات اصارها طبعا رفعت جدا. اللوز سعره خمسمية وستين جنيه. يعني شوية اللي في الطبق دول ربعمية جرام بميتين ستة وعشرين. البندق سعره سبعمية وعشرين جنيه للكيلو. عين الجمل سعره ربعمية وستين جنيه للكيلو. ودول وزنهم متين خمسة وستين جرام سعرهم مية اتنين وعشرين جنيه. البندق برضو بقشره سعره ستمية واربعين جنيه. ودول في الوزن كده تلتمية خمسة وتلاتين جرام سعرهم متين واربعتاشر. الكاجو سعره الكيلو ستمية خمسة وتسعين جنيه. والشوية اللي في الطبق دول سعرهم مية واحدة وتسعين جنيه ووزنهم متين خمسة وسبعين جرام. طبعا بيبقى الحاجات دي معمولة عليها كده زي الزبيب وجوز الهند والمكسرات مع متعبي علب وعليها اسعار واوزان مختلفة ممكن تختاري بقى اللي انت عاوزيه. نيجي بقى الامر الدين والقراسيا والمشمشية واليميش سعر رمضان. بصوا لقيت حاجة حلوة قوي بصراحة. عاملين كده من امر الدين بمبنات صغيرة كده ملفوفة كل واحدة في قطع في ورقة زي البمبني. ومعملين كلهم في كيس كده وبالوزن طبعا. تتاكل كده زي الحلويات يعني. المشمشية بقى سعرها ربعمية وستين للكيلو. القراسيا سعرها ربعمية جنيه. والتين البرشومي تلتمية جرام دول سعرهم خمسة وتسعين جنيه. جزء الهند سعره متين جنيه للكيلو. طبعا هو خفيفة بيونزك كتير. آآ الزبيب سعره مية وتمانين جنيه للكيلو. ده زبيب كبير شوية جنبو كده. بصوا عوريكم امر الدين بصوا متقطع ازاي? متقطع كده بصوا يعني جاهز. تغذيه بقى على طول ما توعديش بقى ايه تجيبي اللفة على مضات قطعية. بس طبعا سعرها غالي آآ اغلى من اللفة العادية. دي سعرها مية خمسة وعشرين جنيه. بصراحة لو الناس هتشتري لبيتها يعني ممكن تشتري ليه اللفات العادية سعرها من ستين سعبعين تمانين في الرنج ده. آآ لو انتي بقى تاخدي هداية لحد ممكن تجيبي دي حلوة قوي بصراحة. لفت نظري بقى حاجة على واريها لكم بصوا عند الكاتشاب. آآ لقيت بصوا. بصوا مصحوب منه يعني ما شاء الله برضو كمية كويسة. رحت ابص على الكاتشاب المقاطعة هينزروا. لقيت مش مصحوب منه ولا واحدة آآ الرف تقريبا كله كامل. تعالوا واريكم المنظر. بصوا شايفين رغم ان هم عاملين عليه عروض اساسا ومجموعات كده وعليها خصومات. يعني بصوا. ده كده سعره اربعة وسبعين عاملية عليه خصم سعره خمسة وستين. برضو ده كده بواحد وسبعين. المايونيز برضو نفس الكلام آآ عليه برضو خصم. بصوا كده. ازازة كبيرة وازازة صغيرة. قسم برضو من من تمانية وتسعين جنيه لتمانية وتمانين جنيه. حبيت بس ابص على الاسعار او بص على الخصومات اللي عاملينها وبص فعلا على الارفوف. لقيت فعلا ان هي مش مسحوب منها بصوا منظر كده. حاسة انها مش مسحوب منها حاجة يعني يمكن قطعة واحدة ولا حاجة. بس. انما التاني عليه طبعا سحب اللي هو مش مقطع عليه سحب جبير. طيب نيجي هنا بقى للمربة والطحينة. العلبة بتاعت الطحينة حلواني آآ نص كيلو الصفي بتاعها. مية اربعة وعشرين جنيه. والكيلو لربع مية وسبعين. المربة عليها طبعا عرض. بصوا كده. الكيلو لربع سبعمية وخمسين جرام. البرتمان من تسعة وسبعين من تسعة وستين ل سبعة وخمسين. كيلو الطحينة الحلوة الطحنية. آآ مية خمسة وتلاتين. في معظم الحاجات عليه خصومات يعني مسلا نقول من عشر لخمستاشر جنيه. فانت لو بتشتري آآ يعني حاجات على بعضها ممكن ممكن توفري يعني شوية لو بتشتري كمية حاجات على بعضها. انما لو حاجة او اتنين معتقدش ان هيبقى توفير يعني. برضو حلواني مربة تلتمائية وتمانين جرام بتسعة وعشرين بدل خمسة وتلاتين. فيه اطعم كتير بقى للمربة. حوالي تلاتة اربعة اطعم كده. لفت نظري كمان اروح ابصت على الحلويات اللي هي زي مسلا آآ الكريم شانتي والحاجات اللي احنا نحتاجها في الحلويات كريم كراميل. تعالوا بقى نروح هناك وانا بريكم الاسعار اللي هيشكلها ايه وفي خصم ولا لأ. عايز اقول لكم ان فتح الله مش زحمة. يعني احنا دلوقتي في كل سنة في الوقت ده قبل رمضان بيكون زحمة جدا. لو تفتكروا بس فعلا فعلا الحاجة غالية جدا والناس يعني الظروف مش 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 سامحة قوي ان هم يروح يجيبوا خزين بقى بكميات يعني. كيس الجيلي بتناشر ونص وفيه بتلاتاشر ونص. الكيم الكراميل كان عليه عرض. وكمان الباكت الجيلي التلاتة مع بعض عليهم عرض بتلاتة وثلاثين بدل سبعة وثلاثين. الكيكات دي طبعا معرفش يعني انا ما جربتاش قبل كده بس لو حد جربها يكتب لي في التعليقات بس بحيث ان هي غالية لو عملت صنية كيك في البيت بمكونات من البيت متهايلي انها مش هتتكلف كده يعني. آآ برضو عليها خصمة من تسعة واربعين لاتنين واربعين. بس لو حد جربها يكتب لي في التعليقات هي تختلف عن الكيك من اللي بنعمله في البيت ولا عادية يعني. تعالوا بقى واريكم الاسعار بتاعة الكريم شنطية علشان اتفاجئت بصراحة. بصوا الاول الفانيليا طبعا الكيس بجنيه. والبيكنج بودر الكيس بستة جنيه ونص. اللي هو الكيكشف بستة ونص. والكيس اللي هو بس من غير محسن بتلاتة وربع تقريبا. هباريكم دلوقتي. بصوا ده الكريم كاراميل عليه خصمة برضو تلاتة في واحد. واللي هو بصوا دريم كيكشف بستة ونص الكيس الباكت يعني. انما الباكينج بودر العايزي تلاتة وربع. تلاتة وربع اه. الكريم شنطيبة اللي سعره فجعني بصراحة. الكيس اللي كله منشتريه بسبعة جنيه يا جماعة. بوالله الحد مش من زمان يعني. سبعة جنيه ولما غالى بقى باتناشر جنيه. سعره ستاشر جنيه ونص. آآ الحجم الاكبر منه شوية. سعره ستين جنيه. بصوا. ده الكريم شنطيل عايزي خالص اللي هو بالفانيليا الابيض. وده مضاف ليه كريمة لباني فسعره تسعتاشر جنيه. وده سعره ستين جنيه. والبرطمان ده او العلبة الصفيح دي سعرها مية وعشرين جنيه وهي فيها ربعمية جرام يعني مقربة عن نص كيلو اقل من نص كيلو. انا اشتريتها اخر مرة اشتريت الحجم ده كان بخمسة وتلاتين جنيه. طبعا حتى الحاجات اللي بنتخدمها في الحلويات برضو غالية. يعني كل حاجة غالية عشان تكلفي حاجة غالية. ولكن لو جيتش تشتريها من بره هتلاقيها اغلى واغلى وانت تعمليها في البيت يعني اكيد الجودة بتاعتها تكون احسن وانضف بصراحة. فما تشتروش حلويات في رمضان من بره بجده الاسعار هتبقى خرافية. انا عايز اقول لكم ان الكنافة البور ما عارفينها اللي هي الملفوفة المتقطعة زي طرنشات كده. كنافة عادية جدا محشية عادي خالص يعني كنا بنشتريها قبل كده وبنكلها عادي. مكتوب عليها الف متين وخمسين جنيه. حتى الصورة كانت نازلة على الفيسبوك وحد كاتب تعليق على الصورة. مصور الصورة من المحل وكاتب عليها الف متين وخمسين هجري ولا ميلادي. يعني الرقم ده ايه اصلا مش فاهمينه يعني. بالنسبة للصوصات بقى. الصوصات طبعا سعرها من ستة وعشرين لتلاتين لخمسة وتلاتين. وعملين باكتات صغيرة كده. آآ الكيس باربعة وربع او اربعة ونص. صوصات كده اطعم مختلفة. ولا دي ساعات بلاقيهم جايبين الحاجات دي كده يقولوا لي ايه? احنا نحطها على الكيك مسلا. اي حد بيحب اي طعم. فحلوة يعني حلوة للتجربة. كنبوت الاناناس بقى وكمبوت الخخط على وريكم سعره. كنبوت الاناناس سعره تسعة وتسعين جنيه. انتا خيالين? لا والله مش تسعة وتسعين سعره مية لربع. تسعة وتسعين جنيه خمسة وسبعين قرش. كنبوت الخوخ بقى مية وتسعة. تعالوا دلوقتي ان نشوف الدقيق. سعر دي دوبيلا اللي هو دي البسبوسة اللي هو دي سيمولينا سعره خمسة وخمسين جنيه. طبعا هو ده من انواع دي الممتازة جدا بس بصراحة ده غالي. يعني السيمولينا السايب اللي بنشتريه من قسم العطارة. آآ عادي جدا بيبقى حلو بصراحة وفي البسبوسة وفي الحلويات ممتاز يعني مش لازم ده. انما دي الابيض هو اللي لازم ان احنا نستخدمه ويكون دي نوع كويس. علشان المعجنات والحلويات والكيكات برضو ما تبص منك يعني. دوبيلا متعدد الاستخدامات آآ او الاستعمالات بخمسة واربعين. الدوحة بستة وتلاتين. مش هصور لكم بقى المرة دي اصعار اصعار الرز والتوابل والبقليات لان صورناها الفيديو اللي فات الجولة الاولى اللي عملناها فتحة. هاسبها لكم برضو في سندوق الوصفة لو حابين تشوفوها. دي الدورة الاصفر بتسعة وتلاتين جنيه كيلو لربع. تعالوا نشوف اسعار العسل الاسود والتحينة. رشيدي الميزان ربعمية وخمسين جرام بتمانية وتمانين جنيه. وبتاعت حلواني قلنا سعرها من شوية. الطحينة البوادي صافي ربعمية وخمسين بتسعة وتمانين جنيه. الحلاوة الطحينية طبعا قلنا سعر رشيدي الميزان من شوية دي البوادي بسعر تمانين جنيه خمسمية جرام نص كيلو بتمانين جنيه. الحلاوة الطحينية البوادي السادة عليها خصم. بمية واربعتاشر بدل مية وتلاتين. سعر العسل الاسود مع الطحينة فيه علبتين مع بعض كده سعرهم مية وعشرة. عسل اسود تلتمية خمسة وتلاتين جرام. وطحينة ربعمية واربعين جرام. فعبوة كده مع بعض. الضحة طبعا عنده بقصومات ناعم. انا ما كنتشوفتوش قبل كده اول مرة اشوفو. وسعر الكيس اتنين وعشرين جنيه تلتمية جرام. طبعا غالي. يعني البقصومات ريتش باج اللي احنا بنشتريه العادي او اي نوع تاني بقى مصري. اه سعره يعني اقل من كده اعتقد. ان تلتمية جرام ده شوية قوي. على سعره يعني. طبعا غالي على على سريع الكمية بتاعته. اه بس طبعا منتجات الضحة معروفة. حلوة وكل حاجة مظبوطة ومفروزة وتمام يعني. تعالوا بريكم بقى اسعار الضحة بتاعت البقليات فضيعة يا جماعة. سعرها غالي جدا. بصوا الضحة نص كيلو الفاتولية بواحد وتسعين جنيه. اللوبيا نص كيلو بتلائتة وتسعين جنيه. العدس بجبة نص كيلو باتنين وستين جنيه. والعدس الاصفر نص كيلو بخمسة وستين جنيه. طبعا خمسة وستين جنيه دول تمن الكيلو في السايب. تمن كيلو العدس في اللي هو السايب. الفول النص كيلو باتنين وستين جنيه برضو آآ بتسع وخمسين جنيه كيلو فلسايب وممتاز يعني. في بقى انواع رز كتير الضحة عمليها. بصراحة عمري ما جربت منها حاجة. لو حد جربوا في حاجة عجبته ويبقى يكتب لنا. بس انا عمري ما جربت اللي هو رز الشعرية وصيادية ورز السمك ورز المحشي والحاجات دي مجبتهاش بصراحة قبل كده. مش حساها يعني خالص اصلا. الفول ما تشوش نص كيلو بخمسة وخمسين جنيه. والبليلة باربعة واربعين جنيه. نص كيلو. البليلة نص كيلو باربعة واربعين. ايه عندهم كمان ملوخية نشفة. تلاتة وتلاتين جنيه. تعالوا نشوف قد ايه. ايه الوزن بتاعها. الميت جروم. يعني ده سعر الميت جروم في الملوخية النشفة. رز الضوحة بقى الخمسة كيلو بميتين وخمستاشر. انا جبت معاكم الجولة اللي فاتت في فتح الله جبت كيس رز خمسة كيلو اللي هو الساعة. بصراحة وجميل. يعني ممتاز جدا ما فيش اي مشاكل عليه. وسعر الكيس الخمسة كيلو ميتين جنيه. الشوكولاتة بتاعت الفرد بقى والحاجات اللي بنستخدمها برضو في الحلويات سعرها بقى مية خمسة وستين جنيه الكيلو. اللي هو الجردل ده كنا بنشتري الاول والله بخمسة واربعين وبعدين ستين وبعدين تمانين وبعدين مية وبعدين اسعار غريبة جدا الله مستعين. النوتيلة بقى طبعا رايح افوق خالص يعني. تلتمية وخمسين جرام بمية سبعة وخمسين جنيه. يعني غير سعرها الغالي احنا كده كده اساسا مش هنجيبها عشان هي مقاطعة اساسا فكده كده ملناش علاقة بيها يعني. فخلينا نكمل نشوف السامنة بقى اخر حاجة. عايز اقول لكم ان السامنة الفرن سامنة طبيعي. سامنة بقري طبيعي. انما الزد الفرن مش طبيعي. سعرها كان بقى تعالى قلكم الكيلو آآ وخمسمية جرام كيلو نص سعرها سبعمائة جنيه. سامنة بقري طبيعي. عايزة بصراحة ابقى اجربها مرة اجيب عبوات صغيرة كده واجربها. انا مجربها في السامنة الطبيعي بتاعت الشركات. مجربها شيرتون. وطبعا شيرتون حلوة جدا. بس هي اساسا مش موجود منها عبوات صغيرة خالص دلوقتي. مش موجود غير العبوات الكبيرة لها الكيلو نص بس. بصوا آآ بطلتمية تلاتة وستين سبعمائة جرام. يعني فرن عام لسامنة بلدي آآ طبيعي. انما الزبدة لأ. الزبدة نبيتي طبعا ومهدرجة ومش مش صحية خالص يعني. النس كافية بقى. عايز اقولكم ان انا لما جيت هنا فرحت جدا. ليه بقى? طبعا انا بقى لنا شهور كتير ما بنشتريش نس كافية خالص. وكل المركات اللي انا آآ شفتها مصر كافية وعالي كافية والحاجات دي مش حلوة. مش حلوة في انك تشربيها يعني. فلقيت هنا ازيس. ازيس اللي هي بتاعة الاعشاب والينسون والحاجات دي. عام لها نس كافية. انا بصراحة حبيت شكل العبوة وحسيت ان هي ممكن تبقى حلوة. فاشتريتها وكان عليها عرض. سعرها كان سبعين جنيه بدل تلاتة وتمانين جنيه. الحد هنا خلصت الجولة بتاعتنا النهاردة. اتمنى الفيديو يكون النهاردة عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده وتعملوا للقناة لو مش مشتركين. واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد ومستنية طبعا تعليقاتكم الحلوة تحت الفيديو. سلام عليكم.